كوكا كوكا قبل من اتكلم على ارقامه المميزة واللي خليته استحق نارد لقطة بتاعي التتويج وبيه الرجل المباراة النهاردة اللي خليته استحق انه يكون فعلا رجل المباراة كوكا عمل حاجة مهمة جدا النهاردة وللمرة الكتير بالمناسبة كل ما احتاجه النادي الاهلي لعب على فترات طويلة وكل بالك نديرا يعني مثلا الطير النهارة جايب هدفين وما خدش هو من افزماتش عشان هو عمل مباراة كبيرة جدا ده هو عنده رقم النهاردة مميز جدا هو اللاعب الاكثر تمريرا في مباراة الثاني رقم التين كاكثر لاعب ممرر في الدور المصري ككل في مباراة واحدة مية وتلاتة تمريرا النهاردة لحمد نبيل كوكا رقم اتنين في كل مباراة الدوري اللي قارب على الانتهاء رقم عظيم جدا بينهم عن حاجتين العيب بيطلبوا الكرة ما بيهربشوا منها اتنين ثقة زميله الكبيرة فيه اللي بيدولوا دايما الكرة علشان يبتري هو يعمل عملية التمرير طبعا وطبعا الجول الاولين لو نعرضه بتاعدي الاسيست رقع جدا الاسيست العظيم لتشيب اللي عامله الجميل اول الاليو ديانج واللي كان فيه هارموني كبير جدا ودايما هتلاقي الزميله يا كريم الكرة دي حصل فيها تدوير كتير وهنا كنا نشرح حاجة تانية بالمرة لديانج علشان نكسب وقت ركز معايا ديانج فينا كريم وديانج هيبقى فين وده التحرك والمنظومة بتاعت مارسل كولر اللي شرحناها كتير جدا جدا وبص دايما هتلاقي انه هو موجود تحت بصة كريمة وقف هنا وقف هنا ارجع 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 انا قلت لما لعيبي يعمل 103 تمريرة في مباراة واحدة اعرف ان اللعيب ده دايما بيطلب الكور اللعيب دايما عايز الكورة ما بيهربش مش هو عشان هو يلعيب صغير هو بيهرب من الكورة ويقولك عامل 103 تمريرة النهاردة وشكرك نجم المباراة ونجم واتكرم من الربطة وبص التمريرة الراجل غير 103 تمريرة النهاردة يا كريم الراجل عامل 10 استخلاصات كمهام بقى في اللعيب مركز 8 والعيب مركز 6 أو مهام وسط الملعب لتشيب عظيم جدا جدا وضبط التسلل من أليو ديانج بالهدف الأول للنادي الأهلي الراجل نهاردة عامل 10 انترسيبشن واستخلص الكورة 10 مرات من فرقة المقاولين الراجل عامل 4 بلوك لتصيبات من المقاولين استحق طبعا نجم المباراة ونقطة مهمة جدا أعادة تلميع مرة أخرى خطاع الناشئين في النادي الأهلي اللي كان أصابوا الغبار فترة طويلة جدا ما بيطلعش اللعبين وكان في التقدات كتير جدا اللي خطاع ناشئين في النادي الأهلي